المسيح قال تعالوا إلي تعالوا إلي ما قالش يروح لأي مصدر آخر إلي عرف الإحساس العميق أنه عنده القدرة أنه مش بيتكلم أي كلام من يستطيع أن يقول تعالوا إلي تعرف حبائي في إنجيل يحنى إصحاح السادس خليني أقرأ بعض الآيات في آية 35 لاحظ فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا من الذي يقول القدرة يعني من يؤمن بي فلا يجوع من يؤمن بي لا يعتش أنا هو خبز الحياة يعني من يقبل إلي لاحظ بنفس الإصحاح في آية 37 كل ما يعطين الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا في آية 44 لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير من اللي ممكن يستطيع يقول هذه الأقوال أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي ثم يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ثم يقول كل ما أعطاني الآب لي يعني من يقبل إلي لا يتلف في اليوم الأخير تأكيد ضمان كامل فإذن هذا التخصيص أحبائي لا نرى في أي شخصية أخرى فالتلاميذ اللي عاشوا مع المسيح شافوا المسيح وسمعوا هذه الكلمات ومن يستطيع أن يقول أو يتفوه مثل هذه الكلمات إن لم يكن فعلا القادر على كل شيء